إذن نحن نتحدث عن تحالف إسلامي قوي داعم لأردوغان سواء بحزب الرفاه أو حزب الحركة القومية أو حزب الهدى الكردي ونتحدث هنا عن هذا الحزب الذي وجهت له انتقادات كبيرة للغاية لكن في النهاية حزب العدالة والتنمية وأنصار أردوغان كان لديهم فرحة بانضمام هذا الحزب وأنه سيؤثر على كثير من الأكراد من أجل التصويت لأردوغان أمام حضرتكم هذا التصريح لفاتح عربكان يقول فيه تحالف الشعب الذي يهدد بوقف مشاريع الطائرات المسيرة ويرفض إجراء تغييرات دستورية تعطي ضمانات لمرتدي الحجاب يذكرنا بحقبة السامن والعشرين من شباط فترة الإنقلابات العسكرية وما تلتها من انتهاكات بحق المحجبات والمتدينين إذن هو يذكرنا بأنه حينما تواجد حزب الشعب الجمهوري في سدة الحكم كيف كانت المعاملة مع المحجبات كيف كان يتم اضطهاد المحجبات ويتم منعهم من دخول الجامعات وهذا الأمر حتى جعل رئيس تركي رجب طيب أردوغان يرسل ابنته للتعليم في الجامعات الأمريكية حتى لا تقوم بخلع حجبها داخل الجامعات التركية الآن الوضع تبدل ترجمة نانسي قنقر